هو طبعاً أكيد الفن اللي بيقلد الواقع بس بالنسبة يعني ممكن في حالة تانية يبقى الواقع اللي بيقلد الفن يعني الشباب الصغير مثلاً لما يتفرجوا على حاجة زي محمد رمضان بتاع وموضوع ده عامل مشاكل كبيرة قوي يعني في الواقع عندنا بيحبوا يقلدوه لا هو الفن بصورة للمجتمع اللي موجود في أي دولة فأنت بتقدر من خلال الفن ده تعرف المجتمع عادته عاملة إزاي وتقاليده ماشية إزاي والحكم العرفي فيه عاملة إزاي بس إزاي بيبقى فيه مبالغة بحيث أن أنت بتصدر للناس أن مثلاً الحاجات اللي هي المشكلة مثلاً يشربوا خمرة مثلاً يعني الشعب المصري شعب متدين فما ينفعش أن أنت تنزل في الأفلام أن أنت الممثلين بيشربوا خمرة فلا لا الحاجات ده مش ده الطبيعي والله الثنين بيقضوا من بعض يعني الفن برضو بيحل مشكلة فيلم أريدو حلم تحفات الحمامة عمل قانون حل مشكلة المرأة كان مشكلة المرأة والحل مشكلة المرأة ساعة السينما بيجيب من الواقع وبتحل المشاكل يعني إحنا عندنا عادات كويسة موجودة في مصر تمام؟ بتظهر في الفن بطريقة برضو كويسة جداً على أكسى بعض الحاجات اللي هي ممكن تظهر بصورة معاكسة لأي دولة تانية الفن دلوقتي أغلب البيوت شغالة بتاخد معلوماتها وثقافتها من الإعلام والفن والنهاردة بنتبهها باللعاب الكورة والممثل ودول الناس القدوة اللي بتشرب مصر وكلها في كل مكان فأنا باخد قدوتي من دول ومفروض دول يقدموا لي خدمة عالية ايه الخدمة العالية؟ قيم ومسل والله الواقع بيقلد الفن في أحيان والواقع بيقلد الفن يعني الاتن بيقلدوا بعض الواقع يقلد الفن والفن يقلد الواقع احنا لأي فنان لابد أن يحاكي الواقع ويحاكي الطبيعة وكل الفنون مستمدة من الطبيعة والواقع وبالتالي الفن عبارة عن مرآة للمجتمع اللي هو بيمثله الفن طبعاً لأن الواقع في حاجات كتير جداً الفن ممكن ما يدخلهاش يعني الفن دايماً بياخد من الواقع بيعبر عن الواقع هو في بعض الأحيان ممكن الواقع بيقلد الفن وسواء في بعض الأحيان الأخرى أن الفن بياخد من الواقع بعض الأشياء لإنتاجها في الفن لكن فيه إحنا كواقعيين ممكن نقلد الفن بناخد من الفن أجزاء عشان نعمل على أرض الواقع زي المشاهد أو بعض المشاهد الحية من التمثيل فبناخدها نقلدها في الأرض الواقع يعني على حسب أهواء الشباب وحسب عقلياتهم بيأخذوها من الفن بيقلدوها